وعش نرجع للمجلسة من الصحابة كيفما كتعرف هذا النقاش يعني اولا العرش كل الاخ اللي تكلم على المادة 54 من القانون للتذكير فقط هاد المادة كتتكلم على تأسيس المجلسة من الصحابة كتقولش بان الحكومة هي اللي مسؤولة باش تدير انتخابات باش نكون واضحين في هذا المادة راه القانون واضح اواجبتم معي لان اعرف شي واحد بكم هاد المادة ماذا تقولو نقشنها بحدة قبل ما نجيبو هاد المشروع هناك نتكلموه على احكام انتقالية مادة 54 والمادة واضحة هاد المادة هاد هاد كتتكلم في تأسيس المجلسة وطاني حنا اولا دولة انا داك او الحكومة السابقة فاش السلاف المجلس اعطته السلطة باش يسيا راسوا ولكن في نفس الوقت كان هناك غياب كيفاش نبيرو هاد الانتخابات وهاد النقطة راتش بدات ايام الدراسية اللي حضرت له انا على العقل في البرلمان بان هناك كان مجموعة الاشكاليات في القانون الحالي كان مشكل لابع اول مجلس بغي دير انتخابات للمنخصير جاء كان هناك قراءة يقول لك الحكومة الحكومة فجات وشفت القانون كنت قلت لا احنا عطينا السلطة اذا كوني منحقوا يدير هالانتخابات ولاجينا نديروه ما انا تكلم على الفاغماتية لاجينا نديروه مقاررة مع علميها الاخرى مرح الحكومات مش يلي كتدير انتخابات اللي فغمسيان وانجل الاطباء او لا هما ينرثوا اذا اليوم الحكوم مشنودة قلتك هاد القانون ما كاملش رؤيا انه هو ما بالصح حتى الرئيس او المجلس الوطني الحالي فاش كي بغي دير انتخابات كيقولك بينا انا مادة غنجي لها باش ندير هاد الانتخابات كتجي اذا الحكومة كتجي كيقولك انا مادة كاندر هاد الانتخابات ايز يريد هاد الانتخابات ايز 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 القانون ولو كان هناك مجموعة الملاحظات في الماعدة الحكومة في مجموعة المادة الاخرى حنا اوamasكا قلناه في اطار هاد الاشكاليال يي كي ندمي لما لا او جت advers líك ساعى فش يعني لجأنا باش نديروtek صر اذاة فيه باش نحاول نقشو حول القانون حول الى الاشكالية دي كيعرفو القانون ouaisنا بغا تلوات يدير انتخابات تكون واحد القاعدة مشارقة واحد لغيق لموانا سوف نتفهمها لي عندما تدخل تنين للكورة ركنا عارف شنا ولا رجوع عارف شنا وكارتون ده بغنا نديرو انتخابات باش 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 لان صفة إذا قلنا اجيو نراجعو هاد القانون بهذا هاد اللجنة وناقشنا الأخوات وإخوان لانا قريت منذ البارح وحتى الأسئلة اللي كترها حنا مشنا بالمفهول المؤسساتي لا بغناش ندخله لانا ما بغناش ندخل في هاد النقاش الجمعية الفيدرالية تمتيلية الحكومة مشكت بمفهوم مؤسساتي اليوم اللي عنده شرعية الحالية الديمقراطية هي أول مجلس سوطاني في الحال إذا مشينا بالصفة الرئيس تمتيلية الصحافة تمتيلية الناشرين اللي كينا في النائب أو نائبة الرئيس مشينا في الليجن ناخدناهم ناخدناش الأشخاص أو الأفراد دي في الليجن الليجن اللي خسومي يستمروا في إطار غياب دبال مجلس سوطاني للصحافة بمفهوم المؤسساتي واحد ما غاليش نوقف احنا يلا كاردو تريس لكم ما ممكن تكونوا على استمرارية لانتم ما حارفين فاش كتكون انتخابات كدوزا حلمدة ستشهر سبع شهر يمكن باش تكون الحكومة ولكن لا يعني أن الوزراء ولو ما كتبقاش عندهم ديك لاجتيميتي بوليتيك باش ياخدوا قرارات استراتيجية ولكن كتكون استمرارية ديال الإدارة هاتش اللي كنقولو احنا هاد اللجنة الدور مجالها هو ناقش مع الفاعلين في هات المجال وتجيب لنا واحد المقترح المقترح لهذا دبنا فيها حتى شخصين اللي غاي تعينوهم طلب سيد رئيس الحكومة بعض الخبراء في المجال بالإعلام وده السحافة فاش تجيب لنا واحد تصور جديد اللي غايصلح الإشكاليات اللي الكل يتكلموا عليها اليوم هناك إجمع عليها أعثقي ما يقول هالإشكاليات صحيحة هلاش تكلمنا على سنتين في اللجنة؟ لأن الفكرة هي أن هاد اللجنة عندها تسعة شهر باش يبنا هاد هاد المقترح أو هاد المشروع يعني ماكسيمون ممكن تكون في ثلاث شهر مهم لماكسيمون ومثلاث شهر وكن نخليوا الحكومة وولي البرلمان لوقت باش باش يحترم المسترات الشرعية أنا داك يعني نقشوها في المجلس الحكومة ودوز البرلمان بيبه الغرفة الأولى والغرفة الثانية كيف ما كتعرفوها وهد وهد يعني هاد المسترى ها شوان داك داك حتى باش ندوزوا هالقانون بالسرعة على المدودة على الأقل قصنا واحد الشرعي إني هاد اللجنة حقيقة ما هاد تفعل حتى تدوز في البرلمان بيبه الغرفة وعلاش الحكومة اليوم جات بمرسوم قانون جات بقانون جوستو مرش 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 حكومة كتبامش حباجينا غان نقشو مع الإخوان دينا في الأغلبية في معرضها من في سرورهم تحدي دينا عندنا مشي هو ندافع عن شخص ندافع عن المؤسسة لديها دورها مهم على الصعيد الوطني وعلى صعيد الدولي أنا شخصيا على أسراء القطاع تعرفوا أن هناك إشكاليات في مجموعا منذ مجالس أخرى ونخبط الاتحاد كتب المغرب تعرفوا هاد إشكاليات اليوم ما بغناش المجلس النجل الصحفاء يعيش نفس الإشكاليات بغناش نتفادوا هاد إشكاليات بغناش نتفادوا هاد إشكاليات المؤسسات تفقى عندها واحد دور أساسي مهم وطنيا ودوليا مجلس النجل الصحر كلا واحد دور أساسي جدا في إطار يعني الدفاع على القضايا الكبرى للوطن إذا ما يمكن لاش أن تجربة لعشناها صادقة نعود أن نعيش واحدة مع هذا الصحر هذا هو الوعد وهذا هو النقاش لكين تعقوا بيها الأخوات والإخوان حاولنا في إطار الممكن في إطار الممكن تفادوا النقاش للأفراد والأشخاص والمشي والمؤسسات بالنسبة الأكثر تمتلية ولا أقل تمتلية الوزراء حاليا في إطار القوانين كيفما كدروا الكتاعة الأخرى نحن نشوف التركيبان الجمعيات اللي عايكون عندهم أكثر والنقابات كذلك مش يكون واحد الحوار مؤسساتي كيفما كينتكتاعة الأخرى وعادي جدا عادي يخصو يكون أنا ذاك المحاولة جنة خاصة أن اليوم كيفما كتعرفوك المجموعة المنظمات حركة أو جمعيات مش يغل وطنية حتى جهوية اللي كتأسس وكتمتل مجموعا دي المقاولات صحفية على صعيد الجهات دون كتنا واحد يعني في اليوم كتروا المواقع المزيان أجابة الانفورماتون كيننا وبإنك انه يتواصل دائم المسؤولين وما بين المواتنات عبر هاد المواقع كين اللي كينل 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 كمانتر احنا الدور الجنة هو مرة أخرى نساعد معكم مع الصحفيات والصحفيين مع المقاولات نضمو هاد القطاع باش يقول لي مهيكل ونحرفو مع من كنتو ونحرفو أن خاصة في ضل هاد الانفورماسيون في ساكل غاب يضمو ونحرفو أنت المعلومة بغيتها أو لا بغيتها راكينا نحن الدور نجلنا هو القوة ومرة أخرى الصحافة المعقولة المسؤولة التي تحترم الصحفيين ديالها التي تحترم البلاد ديالها التي تحترم المعلومة لا تقلوش ما تزروش عليها لكي يكون واضحة النقطة ليس هي الحكومة أو الأغلادية أو المعادة لا هي المعلومة الحقيقة هي التي تصل وللمواطن المغربية أنا داك لك ساعة اللي يبغى باش يديك سعيد اللي كومنت ريبا أو الأراء اللي يبغى بالنسبة لك المعلومة اللي غا تنسوه وهذا هو التحدي لنا وتطورات لكي تتعرف المجال الصحفي ومستعدين مارسة أخرى باش نشاهدوا باش نوصلوا يعني كالدول غا تلعبوا المجلسة من الصحافة وكالدول غا تلعبوا الحكومة داير الحكومة هنا ممثلة فقط بطريقة استشارية يعني الممثلة على القطاع التواصل ما عندوش عضوية داخل هادي لنا هو كيحضر فقط باش يرتب الأمور الإدارية والاستشارية مثل القانونية فترة وأنا داك ولكن مواسع النظر عبدا بنتم ممانين طريقة مباشرة أنتم الصحفيات والصحفيين باش تقدموا المشروع اللي كينفعكم واللي غا يتعاونوا إحنا وإياكم كحكومة وكقطع باش نهي كلوا هادي المجال ومشو ما هو أحسن هذه تجربة أولى فيها مجموعة الإيجابيات وكان بعض النوقات اللي يخصون يصنحون عادي جدا سلا بخوم يغفوا مع مرة ما كانت مش هدي عشر عشرين عام وجرى اليوم خلال تجربة ولو حتى فاشت نشأت هذه تجربة الإخوان اللي ساهموا في تشكيل هذا المجلس الطني أنا داك وهم وهم كيشكلوا أنا داك المجلس الطني وكان لديهم ملاحظات وهم كيش يقولوا مشي مشي مشكل غان تفاداو هاتي وغان مشيو مرة غان مشيو ونصنحوه فاشغلت تحتنا الفرصة ونصنحوه الإشكاليات اللي كنعيشو هاليوم بما فيهم الإشكاليات القانونية واللي جراء هو أن السنتين ديال كوبيد ما خلاتش أنا داك المجلس الطني للصحابة يوصل لأهداف دياله إذا باش أنا أنا عندي للي كون واحد طلب نتفاداو النقاش من دي الأسراد والأشخاص ونهضروا على المؤسسات وفي أخير المؤسسات الملك يبقوا لا تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر